هل يستطيع العراق الانفكاك عن محور إيران؟ تساؤل طرحته مجلة أمريكية بعدما أصبح النفوذ والتغلغل الإيراني في العراق جلياً واضحاً لا لبس فيه مجلة The Atlantic الأمريكية أعدت تقريراً صحفياً طرحت فيه تساؤلاً عما إذا كان العراق قادراً بالفعل على الانفكاك من محور إيران عبر سيناريوهات عدة إذ يرى التقرير أن إيران سعت منذ فترات طويلة لتثبيت أقدامها في العراق عبر المدخل العقائدي والمراجع الدينية ثم عززت تغلغلها عبر غرس ميليشيات موالية لها في النسج العراقي أبرزها وأحدثها المجموعات المنضوية تحت ميليشي الحشد لكن قيوداً سياسية وقانونية واجهت هذه الميليشيات كذا رفضاً شعبياً واسعاً لها وهم اضطرها للتعلق بأحزاب قديمة أو إعادة السنساخ نفسها كحركات اجتماعية ثقافية مثل ميليشي العصائب التي كونتها إيران بعد عام 2003 لتصبح بعد ذلك مجموعة مسلحة قوية تتمتع بموارد الدولة ومؤسساتها وغطاء منها فيما لا تزال تعمل بشكل مستقل وهو ما فعله تنظيم حزب الله حرفياً في لبنان تقرير المجلة الأمريكية لم يأتي بجديد بل سلط الضوء على ما هو واقع فعلاً والذي أكده وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق حيدر مصلحي حيث قال إن إيران تسيطر فعلاً على أربع عواصم عربية العراق من بينها وسيطرة هنا تعني نفوذاً كاملاً على مفاصل الدولة كافة وهو نفسه ما قاله إسماعي القآني نائب قائد ما يسمى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إن إيران مستمرة فيما وصفه بفتح بلدان المنطقة وإنها بدأت بسيطرتها على كل من أفغانستان والعراق وسوريا وهي تتقدم اليوم في نفوذها في بقية بلدان المنطقة واليوم تستعد إيران لترجمة كل ما ذكر من نفوذ وتغلغل عسكري اكتسبته في زمن الحرب إلى مكاسب سياسية من خلال خوض الانتخابات العراقية المقبلة